ينظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام اليوم وغدا جلسة حوار حول ترتبات ما بعد 2021 بالصومال بمشاركة كل من الحكومة الصومالية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الدوليين ويرأس الجانب المصري في جلسة الحوار نائب وزير الخارجية للشؤون الافريقية السفير حمدي لوزع بينما يرأس الجانب الصومالية نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي محمود عبد حسن تأتي استضافة هذه الجلسة في ضوء جهود مصر المتواصلة لدعم السلام والاستقرار في الصومال والمساهمة في بناء قدرات مؤسساتها الوطنية